ترجمة نانسي قنقر بعد أسبوع من تلقيه اللقاح أصيب حسان بفيروس كورونا تطعيم ثم إصابة بالفيروس التاجي سببت له مضاعفات كبيرة أنه وراء يوم اللقاح ممكن نحول بسيط حرارة ماكو كذا بس وراء ثبع تأيام أو ثمان تأيام اختفى عند الشم والتذوق فسويت مسحة وطلعت بوزاتيب فحصلت مفرس في الكيتاكو وبايروس ونازل على صدري بس نسبة قليل تقريبا 5% موعد اللقاح الثاني ماكو واصل حاليا بس لازم أنه أخذ الاستشارة الإصابة بكوفيد نينتين بعد التلقيح لم تكن علامة التعجب الوحيدة فإضافة لذلك وجهت المستشفى الحكومي حسام بوجوب شراء حقن العلاج على حسابه الخاص وبطريقة شبيهة للسوق السوداء بحسب تعبيره المتابعة والكشفية والمختبرات توصل السعر هذا تقريبا 3 ملايين أقل جرعة ممكن تحتاجها العلاج تحتاج 6 أوبر وأقل أوبرة سعرها 150 ألف نحن نبقى نتفعها ومتحمل تكاليفة فهي كاردة كاردة هي مو بس الأوبرة يعني أنت عندك علاج تاني وتكلفة العلاج ممكن تكون 350 ألف 450 ألف المواطن البصري يرى ما تعرض له أحد أفراد المجتمع هو ناتج تراكمي للمحصصة والمشاريع الحزبية ذات المصالح الخاصة في وزارة الصحة على وجه الخصوص ولا يتغير الأمر بإزاحة وزير أو مدير عام هم لا يغير بهم هي تابعة الأحزاب الأحزاب هي اللي تتحكم بهم هي تغيرهم هي اللي يجيبهم يلقهم استقالوا كلهم بكيفهم الناس أكبر منهم جاي يتحكمون بهم وزير الصحة السابق ولا الحالي هو نفس الشي راح تجي أوامر من فوق يتحكم بيها يعني بالنسبة للواقع المستشفيات الحكومية مثل واقع باقي المستشفيات المستشفيات الأهلية هي المسيطرة على هذا لا غرابة بالإصابة بفيروس كورونا بعد تلقي الجرعة الأولى من التطعيم لكن الغريبة في الأمر العلاج هنا يتم على نفقة المريضة حسام الدين مثال على ذلك ثلاثة ملايين دينار مقابل شفائه دليل على انهيار المنظومة الصحية بعيدا عن تغيير الوزراء على مدار السنوات الماضية من البصر أركان تقي قناة التغيير